نتقن version 2 خلاص هتوصل كمان كم يوم يوم 8 ديسمبر الجاي اللي هو كمان كم يوم هتنزل version 2 من نتقن ودي هتكون النسخة التجربية أو البيتا version أما يوم 15 ديسمبر هتنزل النسخة المستقرة أو الستيبل version من نتقن لو كنت انت مستني المميزات اللي الناس بعالها كتير مستنياها فهي أخيرا وصلت من ضمنها هيكون وجهة جديدة UI جديد المفروض يكون ألطف وأسهل هيكون فيه تحديثات أمان أكتر أو سيكوريتي هيهتموا بالسيكوريتي والبرفورمانس أو الأداء وهيكون كمان في شهر يناير الجاي فيه function auto save اللي هتريحنا كلنا بدل ما ننسى الwork flow ونقفل التاب ومن غير ما نسيف وكل الشغل بتاعنا يديها في الدقائق الجاية هوريك إيه الجديد إيه اللي تحسن وثلاث حاجات لازم تعملهم قبل 15 ديسمبر عشان كل حاجة تفضل شغالة من غير أي مشاكل وتطلع من version 1 لversion 2 بكل سهولة أنا بصراحة متحمس جدا للأبديت دوت وشكله هيبقى جامد جدا لو أنت جديد هنا فأنا حابب أقولك أن أنا عامل شوية فيديوهات على القناة بتاعتي بتعلمك إزاي تستخدم NATN بكل سهولة وبساطة ومش محتاج منك أي خبرة صادمة وأقدر أقولك دلوقتي أن NATN عاملة أكبر إصدار لها وأكبر نقلة لها وهتعمل دوشة حلوة على الإنترنت وفي عالم AI أكيد دلوقتي بتسأل نفسك هل لازم أعمل upgrade فوراً ولا الموضوع شكله يخوف شوية الإجابة القصيرة لا إصدار V1 أو النسخة اللي شغالة دلوقتي هتفضل مكملة شغل تقريباً 3 شهور بعدما version 2 تنزل ولسه كمان هيبقى فيها تحديثات أمان وباك فيكسز وحاجات كده بس في الآخر أنت هتبقى عايز تعمل update لversion 2 أو النسخة الجديدة من NATN لأن أي ميزة تنزل بعد 15 ديسمبر هتكون موجودة في version 2 بس يعني أنت عندك شوية وقت بس في الآخر هتحتاج تupgrade في الآخر لversion 2 تعال بقى أوريك إيه اللي جاي في version 2 وأهم ميزة اللي الناس طلبها وهي الأوتو سيف الأوتو سيف مش هينزل في ديسمبر هينزل في يناير حسب ما هم قالوا في الcommunity بتاعة NATN بس أخيراً الحفظ التلقائي أو الأوتو سيف وصل يعني ما فيش تاني تضيع ساعات شغل عشان نسيت تدو السيف والكروم أفل أو التاب بتاعتك أفل الحاجة التانية هيبقى فيه وجهة جديدة بالكامل new UI هيبقى فيه شكل جديد المفروض الشكل دوت الكانفس أو المكان اللي انت بتشتغل فيه أو شكل الفريمورك هيتغير شوية هيبقى المفروض انه أحسن sidebar اللي على الجنب المفروض برضو هيتطور وهيبقى أحسن وهيبقى مريح أكتر وأسهل للناس اللي عايزة تبقى اعتبارها كده زي ما تكون مبادة الموبايل قديم لموبايل جديد بتحس ان السيستم أسهل وأنعم كده في الاستخدام ثالث حاجة معنا وهي security upgrades أو الأمان هم اهتموا بالأمان أو security شوية لأن اي حد شغال بالworkflow ديت في شغل حقيقي أو مع عمله بيبقى عايز ال data بتاعته تبقى secured ومحفوظة بكل أمان وما حدش يقدر يأكسسها غير وهو أو غير المؤسسة بتاعته فإن اتقن دلوقتي بتنقل الصلاحيات أحسن بتحمل ABI keys بتاعتك بتحاول تخلي الوتوميشن بتاعك كده مضادر الرصاص أو للاختراف لو انت بتبني وركو فلوز لعملائك أو شركتك ال update ده هيخلي كل حاجة أأمن بكتير بس هتطلب منك شوية تعديلات بسيطة في طريقة البناء كمان فريق التطوير بتاع NN او development team بتاع NN بيلمح كده ان في شوية features لسه مش معلن عنها وان في مفاجآت زيادة يوم 8 December توقع الشخصي انها هكون debugging tools مثلا احسن او looks احسن هيكون فيه ادوات AI ASCA و integrations مع systems اكتر هنعرف قريب وخلينا نشوف دلوقتي المهمة بقى عشان تاخد كل التحديثات ديت لازم تتأكد من شوية حاجات انك عملها الاول قبل ما تنقل للتحديث الجديد وهنا بالزبط الناس بتتوتر بس ما تقلعش انا عندي check list بسيطة هتمشي عليها تحتاج بس تمشي على اللي check list ديت عشان تعدل الحاجات اللي موجودة جواه ان اتن بتغير شوية حاجات جزرية عشان تخلي كل حاجة اسرع واقمن وده المطلوب بس لو بتستخدم features معينة في الworkflow بتاعتك انت محتاج ترجعها كويس قبل التحديث اول حاجة عندنا في اللي check list المبسطة بتاعتنا وهي الكود نودز لو عندك كود نودز فيها كود مكتوبة مكتوب بايدك والكود بيستخدم secret API keys في version two طريقة التعامل مع secret اتغيرت شوية هتعمل ايه هتتأكد ان ال API keys متخزنة في المكان الصح من البداية زي secret او credentials جوه ان اتن ما تسيبهاش كده ما تفونه جوه الكود نفسه لان لو فضلت جوه الكود الworkflow مش هتشتغل بعد التحديث. تاني حاجة وهي اللي فيها لو عندك بيشغل تاني والسب دوت جوه زي كده او اه انت بتستنى او بتستنى فبيبقى عندك انتظار اه شوية طويل او طريقة التواصل بينهم اتعدلت. كل اللي انت هتعمله هتجرب دي الاول في بيئة امنة او تاخدها كده في تست تجربها. بعد كده تتأكد انها لسه شغالة وبتكمل للنهاية. وتأكد كمان ان بتاعها منطقي لو عملت كده هتبقى متأكد انه كله تمام. الفكرة اللي هتتغير في اللي فيها ان الامبوت بتاعها في كانت بتاخد الامبوت وبرضو بترجع الامبوت. بس في هتاخد امبوت للبيرنت وركو فلو. تالت حاجة وهي الاتصال بقواعد البيانات. الديتابيز كونكشن. في فيه اه وقف لدعم شوية انواع اه قديمة من قواعد البيانات لو بتستخدم او مريا دي بي او سيكوال لايت او سيكوال لت. كل اللي انت هتعمله انت هتحدس اه لنسخ احدث مدعومة في فيه او انقل النظام بتاع قاعدة اه بيانات احدث زي بوست اجريس مثلا. وساعتها هتبقى امان. هنا بقى معزم الناس بتغلط وبيراجعوا التلات حاجات دول وبعدين يعملوا افجريد فوق. وده خطأ او غلطة كبيرة. في طريقة ازكى تاخد منك تقريبا خمس دقايق زيادة بس ممكن توفر عليك ساعات من الصداع او حاجات باصة. ازاي تعمل افجريد زي الناس البروفيشنل. اول حاجة اعمل قايمة افتح الوركس بيس بتاعتك في النات ان واكتب عندك انهي ووركفلوز فيها كود نوتز. انهي ووركفلوز فيها سب ووركفلوز او بتنادي ووركفلوز تانية. وانهي مربوطة بدي تبقى البيزيك تشيكليست بتاعتك. الخطوة التانية جرب قبل ما تحدث. لو تقدر تشغل نسخة نسخة من جرب هناك الاول شوف ايه اللي هيكسر وبعد كده صلحه وبعد كده حدث النسخة الاصلية او الاساسية على انا هنا كنت اعمل لك فيديو هيظهر لك فوق على الشاشة. الفيديو دوت كان بيقول لك ازاي تحط على حاول تستخدم الفيديو دوت عشان تحط النسخة التجربية او بتاعتك وتجرب الجديد وتشوفها يشتغل معاك من غير مشاكل. لو لو اشتغل من غير مشاكل انقله على البرودكشن واحدث النسخة اللي على البرودكشن. الخطوة التالتة وهي حركة اه المحترفين او البروفيشنلز دايما بيعملوها انك ما تستعجلش. انت معاك حوالي تلات شهور يستغل لهم. مفيش جايزة اللي هيحدث اه اول واحد. بس في جايزة فعلا اللي هيحدث وهو عائل وبرتاح لان الجايزة بتاعته هتبقى انه وفر وقت ووفر صداع وبجز كتير. سيب الناس هتحدث الاول هم يكتشفوا البجز ويشوفوا الدنيا ماشية ازاي واستنى انت الحد ما تنزل النسخة الستيبل او النسخة المستقرة وبعدين ادخل انت على النسخة المستقرة على طب. ما ما بنصحش دايما انك تعمل من اول يوم. بص يا جماعة عارف ان كلمة بتخوف شوية بس الحقيقة ان او النسخة التانية فيها او ترقية ضخمة جدا. فيه هتوفر لك ساعات كل اسبوع هتاخد مستوى امان اه يحمي شغلك والبزنس بتاعك وتشتغل كمان على منصة اسرع وانضف واقوى. بس البريكينج مش حاجة بتكسر الوركفلو بتاعك هي حاجة بتكسر العادات السيئة او العادات الغلط في طريقة بناء الوركفلو بتاعتك. يعني انت انك انها بتقولك ابني الوركفلو بالطريقة الصح. كود انضف اعدادات امان اكتر. اوضح. وده كله في مصلحتك على المادة الطول. لو مشيت على اللي تشيكليست اللي قلناها ديت هتعمل ابجريد بسلامة وتفتح المميزات الجديدة ومش هتبص وراك تاني. الخلاصة بقى ان version 2 هي اكبر نقلة عملتها ان اتقنى لحد دلوقتي. هتدينا الاوتو سيف هتدينا يو اي جديد وهتدينا امان قوي جدا. وكل اللي عليك قبل التحديث انك تراجع التلات حاجات دول. اول حاجة الكود نوتز. تاني حاجة السابورك فلوز. تالت حاجة داتا بيز كونكشنز. لو بتستخدمهم اختبرهم الاول وشوف ايه الحاجات اللي انت محتاج تعدلها. لو مش بتستخدمهم فانت تقريبا كده في السليم. دلوقتي دوري بقى اسألك ايه اكتر حاجة انت متحمس لها في version 2 من ال ات ال ات ال ات ات ولا ال اي ولا مبسوط زي بالسيكوريتي اوبديتز. قولي في الكومنتات واشوفكم على خير ان شاء الله. اشتركوا في القناة